شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطحركم تطهيرا حديثنا في الحلقات الماضية كان يدور حول مسألة من أمهات المسائل العقائدية أو العقدية وهي مسألة عصمة أهل البيت وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وقد موت ستة بحوث حول هذه المسألة أما بحثنا في هذه الليلة فهو يدور بإذن الله تعالى حول الإجابة على هذا السؤال كيف نوفق بين مبدأ عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبين الآيات الكريمات التي تدل قبل على صدور بعض الذنوب من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قبل أن نجيب على هذا السؤال أشير إلى مقدمة مهمة تتعلق بكيفية قراءتنا للقرآن الكريم كيف نقرأ القرآن كيف نقرأ القرآن ومرادنا بالقراءة التلقي والتعامل كيف نقرأ القرآن الكريم كيف نقرأ القرآن الكريم وهذا الخطأ هو القراءة المباشرة للقرآن القراءة المباشرة ولدت على مر التاريخ ولا زالت تولد الكثير من الانحرافات الفكرية والانحرافات العملية هذه القضية لا تختص بالقرآن الكريم وإنما تشمل جميع العلوم القراءة المباشرة لأي علم خطأ فاحش لنمثل بمثال واضح القراءة المباشرة لكتب الطب هذا خطأ أنتوا الآن أخذوا الكتاب الطبي وطالعوه سوف تفاجأون بوجود تناقضات هائلة في الكتب الطبي في مكان يقول الإسبرين علاج ناجع وفي مكان آخر يقول لكم الإسبرين حذارة منه هذا الدواء قاتل أنتوا عندما تطالعون تقولون هذا شلون كتاب متناقف تأخذون بالكتاب وترمونه جانبا ولكن عندما يأتي هناك شخص خبير في الطب يقول لا ماكو هناك تناقض هذا يتكلم حول الداء معين وذلك يتكلم عن داء آخر تقولون عجيب كيف غفلت عن هذه القضية يقول هذا مدليلة هذا الدليل ما في تناقض كيف غفلت عن هذه القضية طبيعي ماكو هناك وجه للتعجو طبعا واحد يغفل عن القضية عندما يتخذ منهج القراءة المباشرة للكتب الطبية المنهج لا يكفي نحتاج إلى جانب المنهج إلى من يعلمنا ذلك المنهج المنهج والمعلم إذا ما كنا نحتاج إلى معلم لكان يجب علينا أن نغلق جميع المستشفيات في العالم جميع عيادات الأطباء ناخذ كتاب طبي نطبع منه مئة مليون نسخة نضع في كل بيت نسخة من هذا الكتاب الطبي اقروا الكتاب واعملوا به نتمكن لا نتمكن أظن سابقا مثلت لكم بهذا المثال أنتوا تريدون أن تقوموا بعملية قلب مفتوح لشخص مبتلى بانسداد الشرائي اطالعون الكتاب الطبي وتطالعونه بدقة ثم تذهبون إلى غرفة العمليات وتأخذون المبضع وتشقون صادر المريض ما هي النتيجة؟ النتيجة الحتمية أن هذا المريض المسكين سوف يقضي نحبه بين أيديكم أكو عاقل عنده جرء على أن يقوم بعملية قلب مفتوح طبق الكتاب الطبي أي عاقل لا يقوم بهذا العمل لازم عشرين عام ثلاثين عام تذهب وتدرس وتتلمذ وتتواضع للأستاذ على قول المطول إلا بطول خدمة هذين العلمين حتى تكون طبيباً هذه الحقيقة تنطبق أيضاً على القرآن الكريم القرآن الكريم بذاته حذرنا من القراءة المباشرة له النبي الأعظام صلى الله عليه وآله لتتعجبون حذرنا من القراءة المباشرة للقرآن الكريم أين القرآن الكريم يقول كما يقوله بعض المفسرين الله تعالى يقول وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ الله كان كنا الصباح نقوم نشوف في بيت كل واحد منا أكو قرآن ما الحاجة إلى النبي الأعظم؟ النبي مُبَيِّن للقرآن القرآن يحتاج إلى مُبَيِّن أكو آيات واضحة في القرآن ولكن القرآن كله مُواضح بعض آياته واضح لتبين للناس ما نُزِّل إليه النبي الأعظام صلى الله عليه وآله حذَّرنا من القراءة المُبَاشرة يعني بدون واسطة للقرآن الكريم أين حذَّرنا؟ على مرأة مئة ألف شخص من المسلمين أو أكثر مئة وعشرين ألف واحد في حجة الوداع راجعوا خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إِنِّي تارِكٌ فيكم الثقلين الألفاظ مختلفة العبارات مختلفة الحديث متواتر مروي في كتب السنة والشيعة وحتى في صحيح مسلم هذا الحديث موجود طبعا الألفاظ مختلفة إِنِّي تارِكٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن دققوا في هذه الكلمة ما إن تمسكتم به ما لن تظلوا شنو معنى هذا الكلام؟ القرآن وأهل البيت القرآن كتابه هداية أو كتابه ظلال بل القرآن كتابه هداية بشرطه وشرطه المعلى مضافا إلى بقية الشروط القرآن يقول لاحظوا سورة البقرة الله سبحانه وتعالى كلامي في أن القرآن كتاب هداية بشرطه بشرطه الكتاب الطبي كتاب شفاء بشرطه وشروطه وإلا بدون مراعة هذه الشروط فهو كتابه هلاك القرآن الكريم يقول وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ثم القرآن الكريم يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فالقرآن يضل لأن الشرط لم يتوفر كتاب ابن سيناء يهلك ليش؟ لأن الشرط لم يتوفر وما يضل به إلا الفاسقين القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العالم لازم ترجع إلى الراسخين في العالم قراءة القرآن كقراءة كل علم تحتاج إلى وسيط هذه القراءة المباشرة القراءة بلا وسيط الوسيط الذي عينه الله الوسيط الذي عينه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كم ولدت على مر التاريخ من المشكلات الفكرية والعملية الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله هو الإيمان برز الإيمان كله إلى الشرك كله الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله نفس رسول الله بنص آية المباهلة ولكن جماعة رفضوا القراءة مع وسيط أرادوا أن يقرأوا القرآن بشكل مباشر تدرون إلى وين انتهوا؟ انتهوا إلى تكفير علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله يقولون هذا كافر وعدهم دليل من القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الإمام كان يقول لهم على ما أتذكر أنا القرآن الناطق تعالوا أفسر لكم ولكن القراءة المباشرة انتهت إلى هذه النتيجة طبعا كثير منهم كانوا ذوي قلوب مريضة ولكن كان هناك بعضهم خطأ فكري الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع الآن هذه الحركات التكفيرية المنحرفة الموجودة في العالم الإسلامي والتي تعطي أسوأ انطباع للعالم كله عن الإسلام أين يكمن الخطأ؟ إحدى مكان من الخطأ القراءة المباشرة للقرآن القراءة المباشرة يأتي يقرأ الآية الكريمة بدون أن يرجع إلى من أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه بدون أن يرجع إلى المبين يقول كل الحكام كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذن كل هؤلاء الحكام كفر ضموا هذه الآية إلى آية أخرى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار إذن قاتلوا جميع الحكام تسع وتسعين بالمية من المسلمين كافرين لماذا؟ لأن الله تعالى يقول شوفوا القراءة المباشرة إلى أين تنتهي الله تعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان تسع وتسعين بالمية من المسلمين في منطقهم يعبدون الشيطان إطاعة الشيطان الذي يطيع الشيطان كافر هذه الصغرى الكبرى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وتنتهي القضية إلى هذا التناحر الدموي الموجود في العالم الإسلامي يأتي الرأس مالي ويستدل بالقرآن الكريم القرآن الكريم يقول فلكم رؤوس أموالكم إذن القرآن الكريم رأس مالي يأتي الشيوع والاشتراك ويتمسك بالقرآن الكريم لأن الله تعالى يقول والأرض وضعها للأنام إذا الأرض للأنام فهذه هي الشيوعية وهذه هي الاشتراكية فالقرآن اشتراكي أو شيوعي أو رأس مالي يحتاج إلى محل يحتاج إلى مفسر النبي في خطبة الغدير صلى الله عليه وآله قال علي هو الذي يبين لكم القرآن من بعد هذا مبين القرآن إذا ما رجعت إلى علي بن أبي طالب صلى الله عليه كيف تفهم القرآن يأتي التيار القومي ويستدل بالقرآن الكريم القرآن الكريم يقول وإنه لذكر لك ولقومك إذن القرآن قومي الذي يعتقد ضد القومي يقول لا القرآن مو قومي ليش لأن القرآن يقول إن هو إلا ذكر للعالمين إذن مو قومي فالقرآن قومي أو مو قومي واحد يقول قومي واحد يقول مو قومي عولمي الله جسم لو مو جسم هذا مذهب التجسيم القرآن يقول الرحمن على العرش استوى إذن القرآن جسم من جانب ثاني القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء إذن مو جسم فالقرآن ماذا يقول مو معلوم معلوم طبعا شنو يقول كتاب الطب أيضا مو معلوم شنو يقول كتاب الكفاية إذا واحد لم يقرأ الأصول عند أستاذ لا يفهم منه شيئان يجده مليء بالتناقضات ولكن عندما تدرس عند أستاذ تفهم ماذا يقول الكفاية هذا واضح في كل علم الله يرى أو لا يرى وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظره إذن الله يرى في جانب آخر الله سبحانه وتعالى يقول لن تراني فشنو النتيجة تراني أو لا تراني يعني واحد بهذه القراءة ينتهي إلى تخبط عجيب لذلك النبي صلى الله عليه وآله تخبط فكري وتخبط عملي لذلك القرآن النبي صلى الله عليه وآله قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا وفي الواقع هذا مو تمسك بالقرآن لأن نفس القرآن شنو قال؟ قال لتبين للناس ما نزل إليه هناك رواية هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار أنا أقرأ هذه الرواية لأنه أكو هناك تعليق عليها مجلد خمسين صفحة ثلاثمية وهدعش يقول في هذه الرواية إن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن كتاب تناقضات القرآن قومي وعالمي شيوعي ورأسمالي تناقض وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله قاعد في بيته خل كل أشغاله على جانب كما يبدو وتفرغ لهذه القضية طبعا هذه قضية خطيرة لأنه القرآن يشكل القاعدة التي تبنى عليها الأمة الإسلامية إذا القرآن أصبح محلا للريب والشك فماذا يبقى لهذه الأمة كل كيان هذه الأمة يتزلزل وإن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام العسكري صلوات الله عليه الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليه فقال له أبو محمد يعني الإمام العسكري أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن ماكو واحد يمنعه ماكو واحد يوقفه عند حده فقال التلميذ نحن من تلامذته كيف يجوز مننا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره من يتمكن؟ التلميذ لا يتمكن أن يقف أمام أستاذه فقال أبو محمد عليه السلام الإمام العسكري أتؤدي إليه ما ألقيه إليك أنا أقول لك كلام تؤدي هذا الكلام إلى الكندي قال نعم قال فصر إليه وتلطف في مؤانسته فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك يقول قل هذه المسألة ما هي مسألتك فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها أنت تقرأ كتاب هذا الكتاب له ظاهر الذي جعل هذا القرآن تكلم بهذا القرآن يقول أنا ما أريد هذا المعنى أنا أريد معنى آخر فإنه سيقول إنه من الجائز لأنه رجل يفهم إذا سمع فإذا أوجب ذلك فقل له فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعا لغير معاني فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال أعد عليه أعد السؤال في الهامش يقول فقال أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك من ينجبت هذا الكلام قال إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك فقال كلا ما مثلك من احتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة فعرفني من أين لك هذا من ينجبت هذا الكلام فقال أمرني به أبو محمد يعني الإمام العسكري صلوات الله عليه فقال الآن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت هذا المنطق لا يخرج إلا من بيت النبوع وبيت الإمامة ثم إنه دعا بالنار وأحرق الجميع ما كان ألفه الآن ربما يخطر إشكال في ذهنكم الكندي كان له أن يجيب إن ظواهر الكلام حجة المتكلم يقول لكم أنا أردت غير هذا تقولون لا أنا أحاكمك بظاهر كلامك هذا السؤال في غير محلة ليش؟ لأنه ظواهر الكلام حجة طبعا في حالة أن لا ينص المتكلم بهذا الكلام إنني لا أريد هذا الظاهر إذا واحد متكلم قل لكم أنا الكلام اللي أقول الآن لا أريد به ظواهره كلامي متشابه كلامي مبهى تتمكنون تحاكمه بظاهر كلامه؟ كلا لأنه كلامه ما إلى ظاهر يقول كلامي مبهى الآن أتكلم لكم بكلام مبهى تتمكنون تحاكمونه؟ لا في علم المنطق قارين أنه أحيانا واحد يصور كلمة مبهى كيف تحاكمونه؟ قال من الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال من بنته في بيته؟ يعني منه؟ مبهى كلامه يقول أنا الآن أتكلم لكم بكلام مبهى قال كم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال أربعة 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 يعني كم؟ مو معلوم هو في مقام الإبهام هو في مقام الإجمال إحدى شرائط العمل بظهورات الكلام أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإبهام والإجمال القرآن يقول أنا في مقام الإجمال القرآن يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ويقول ارجعوا إلى الراسخين في العلم لتعملون بهذا الظاهر لا يبقى منطق بعد ذلك الكندي إذا يريد أن يكتب كتاباً يجب أن يأتي إلى من عينه الله ويقول ما هو المراد بهذا الكلام نحن في أبسط علم من نتمكن أن نحكم على ظاهر كلماته يجب أن نذهب إلى الأستاذ فكيف بالقرآن الكريم الذي احتوى على هذه الحقائق هناك رواية أخرى أيضاً مذكورة في بحار الأنوار في المجلد العاشر أشير إليها ولا أقرأها في صفحة مية واحد وعشرين يقول خطبنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين الجوانح علماً جمّا أحد الغربيين كان يقول إذا علي الآن يبعث ويأتي في مسجد الكوفة لم تلأ مسجد الكوفة بالقبعات مراد علماء الغرب كانوا يأتون ليسألوا علياً صلوات الله عليه عن معضلاتهم العلمي فقام إليه ابن الكوة واحد من المنافقين فسأل مجموعة من الأسئلة ثم قال يا أمير المؤمنين وجدت كتاب الله ينقض بعضه بعضاً قرآن متناقض مرة يقول إلى ربها ناظرة مرة يقول لن تراني مرة يقول الرحمن على العرش استوى مرة يقول ليسك مثله شيء مرة يقول لن تراني ثكلتك أمك يا ابن الكوة كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ولا ينقض بعضه بعضاً انت رحت إلى القرآن مت تتمكن تفهم القرآن؟ كما لا تتمكن أن تفهم أي علم من العلوم إلا بمعلم فسأل عما بداله أي شيء تريد أسأل فأخذ ابن الكوة يسأل أسئلته راجعوها في البحار وفي ذهني أن هناك رواية ثالثة أيضاً أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه الآن بحثت عن الرواية فلم أجدها في هذه العجالة قال هذا القرآن كل متناقص حول القيامة فشرح له الأمم ماكو تناقص قلنا لكم اقروا كتاب طبي تشوفون كل تناقص الوالد رحمه الله كان يقول كان أكو طبيب ابتليه شخص بمرض مرض خطير فقال الطبيب أعطوا له الطعام الفلاني لمرضه فقيل له إن هذا الطعام قاتل لمثل هذا المريض هذا يقتل هذا السم لهذا المرض قال لا هذا المرض عشرين وكذا نوعاً ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين نوعاً إذا أربعة وعشرين مثلاً ثلاثة وعشرين نوع من أنواع هذا الطعام هذا الطعام سم قاتل والنوع الرابع والعشرين مثلاً هذا الطعام هو علاجه هذا الطبيب يحتاج قال راجعوا كتاب ابن سينة شوفوا هذا المطلب موجود هناك ونفس ابن الكوى هذا لأنه رفض أن يأخذ العلم من معادنه انتهت به نتيجته إلى أن يحارب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم النهروان خرج على إمام زمانح أمير المؤمنين وقاتله وقتل في تلك المعركة نحن ينبغي علينا يعني الأمة ينبغي عليها أن تعيد النظر في كيفية قراءتها للقرآن الكريم نحتاج إلى المنهج وهو القرآن ونحتاج إلى المبين لذلك المنهج وهو رسول الله وهو أمير المؤمنين وهم أئمة أهل البيت مو أنه واحد يأخذ القرآن ويرى القرآن ويفكر ماذا يقول القرآن يأخذ القرآن إلى جانب أهل البيت ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا هذه ذكرناها كمقدمة لهذا المبحث وهو أنه كيف نوفق بين الآيات التي تثبت العصمة لأهل البيت كآية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطحركم تطهيرا والآيات التي ربما يظهر منها وقوع بعض الظنوب والأخطاء إن شاء الله نتناولها في حديث قادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر